بنتكلم في اليوم ده وإحنا بنتفقد بيوتنا بنبص كده على بيوتنا بتركيز شوية لأن بيوتنا محتاجة اهتمام زي ما بيقولوا الوقت اللي فات ده حاجة والوقت اللي جاي حاجة تانية وإحنا بقالنا شوية مركزين في قضايا نوعية بتتعلق بالبيوت صحيح ممكن بعض الناس يقولوا إحنا مش من الناس دي بس في ناس كتيرة شريحة كبيرة جدا جدا عتكون في الكلام اللي عنتكلم عنه النهاردة احنا بالذات وبالتحديد بنتكلم عن حالة بتحصل لما الناس يبتدوا يقربوا من سن الاربعين ويتجاوزوا سن الاربعين الأزواج لما بيحكونوا في الوقت ده بيمروا بحاجة اصطلحوا على تسميتها وساعات ما بحبش عن التسمية دي اصطلحوا على تسميتها أن هي أزمة منتصف العمر في حالات بتجنى كتير بتلاقي فيها الزوج تغير على المستوى الأخلاقي أصبح عصبي أصبح شوية من ناحية الأخلاقية والقيامية مش قد كده أصبح بيتلكك على كل حاجة حتى تربية الأولاد وشكلها وحياتهم وشكل العيشة وترتيب الأساس ومش طيق لبان وشه وبالمناسبة مش لازم يعني يكون شايف له شوف لكن بيحصل كده وكأنه مش الشخص اللي تجاوزته وساعة الزوجة بقى بتقوله كنت فاكرة أن المسألة دي بتحصل لما يحصل إيه لما يحصل مشكلة لكن ده إيه أو إيه اللي حاصل فعشان كده الزوجة بتقول كنت فاكرة أن المسألة دي بتحصل في بداية الجواز لما الناس بتعرف بعضها لكن أنا ما حصلش معايا ده لكن إيه اللي حاصل يحصل تغيير وتغير كمان في كل شيء هذا التغيير في الأشياء بيتغير في كل حاجة بيبقى نور وشه حتى تغير انطفى هي بتقول أنا كنت باستمد منه العلاقة بينه وبين ربنا مش بقول إن هو أحسن واحد في العبادة لكن كنت حسن إن فيه نور فيه نور في وشه اتطفى أنا خايفة هي بتقول كده أنا خايفة على مستقبل الأسر وعلى علاقة بربنا وخايفة من الفتنة كل الكلام ده بيوضح إن فيه أزمة اسمها أزمة منتصف العمر وده مش بس مرحلة المراهقة المتأخرة زي ما بيقولوا الناس لا مش لازم يكون مرحلة المراهقة المتأخرة مش لازم الراجل يراهق ولا ست تراهق يعني وأنا بصراحة أنا متحفز شويتين تلاتة أنا بقولي الكلام اللي بيقولوا الناس لكن أنا متحفز على إن احنا نستخدم مفهوم المراهقة لأن المراهقة دي مرحلة عمرية مش لازم تبقى وصمة يعني لكن مرحلة إن الإنسان يفقد رشده ودي مش على فكرة مش أخطر مراحل في حياتنا الزوجية إن احنا نمر بمرحلة منتصف العمر ويظهر لنا ده لما نعرف إن وفقا لإحصائيات المؤسسات ومراكز الاستطلاع العالمية زي من الصمت الصحة العالمية وجدوا إن من كل 15 إلى 20% من حالات الطلاق بيكون سبب مرور أحد الشركين أو الاتنين بما نسميه إحنا بأزمة منتصف العمر فالحكاية ما هي السهلة وإن 25% من الأزواق في المرحلة العمرية دي بيفكروا في الطلاق يبقى من 15 إلى 20 تسبب المرور بالأزمة دي في طلاقهم و25% بيفكروا في الطلاق وإحنا عندنا مرحلتين مهمين جدا في حالة الزواج في حالة زوجية السنة الأولى للجواز مرحلتين مهمين يعني مرحلتين اسمحوني مرحلتين فيهم خطورة عالية إيه اللي حصل السنة أولى جواز أو السنوات الأولى من الجواز والحالة الثانية مرحلة منتصف العمر ولذلك بقت فيه أبحاث خاصة عندنا في الإرشاد الزواجي عن الحالتين دول طبعنا بقول كده ليه لأن الأزواج والزوجات لازم ينتبهوا للي أنا بقوله ده فيه الزوجة تقول هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن فيه تغيرات عندهم تغيرات في المرحلة دي فالزوجة بتقترب من سن انقطاع الدورة مثلا وحصل تغيرات في جسمها في بشرتها وفي شكلها وفي حيويتها وبتقرب من سن مقلق للمرأة لازم نعترف ده على فكرة ده حاجة ما تعبش المرأة هي بتقلق بتقلق ليه؟ لأن جسمها وشكلها جزء من فهمها لفهمها لمعنى الأنسة وبتلاقي زوجها مش بيهتم بيها زي الزمان ولا بيهتم ما بيهتمش بقى لا بيهتم بشغلها ولا بيهتم بعلاقتهم بيهتم هو بشغله وبعلاقاته على حسابها وهي عندها إحساس بيزيد بأنه ما بقاش مهتم والحاجة الدنيا إن أولادها كبروا فما بقاش محتاجين لنفس الرعاية اللي كانوا محتاجينها قبل كده فالأولاد كبروا وما بقاش محتاجين الرعاية المباشرة ليها ففقدت وظيفة الأمومة المباشرة وفي نفس الوقت بيحصل حاجة غريبة قوي بيكون الزوج استقر اجتماعيا وماديا وذكوريا يعني نضج بقى وابتدى يتقلق بمعنى إن الراجل في السن ده بيكون في أحلى حالته وأشدها جاذبية للجنس الآخر